في المغرب علم لدى مصدر عسكري مغربي أن وحدة لخفار السواحل التابعة للبحرية الملاكية كانت في مهمة دورية بالمتوسط وتمكنت من إحباط عملية لتهريب المخدرات كان وراءها أربعة أشخاص بواسطة زورق مططي كان يحمل كمية كبيرة من المخدرات وأوضح المصدر أن هذه العملية أسفرت عن وفاة أحد المهربين إثر إصابته برصاصة مرتدة وإصابة آخر بجروح وحجز كمية كبيرة من المخدرات من جهة أخرى ذكر المصدر العسكري أن وحدة أخرى تابعة للبحرية الملاكية تمكنت في اليوم نفسه من إحباط عملية ثانية لتهريب المخدرات بعرض ساحل أصيلة وأسفر تدخل عن اعتقال أربعة أشخاص وضبط كمية مهمة من المخدرات